فيما حضر اللواء عطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التجار والموزعين الذين يرفعون أسعار عبوات المياه الشرب في البعض المناطق استغلالا للشائعات الخاصة بتلوث مياه النيل خاصة بعد حادث غرق الفوسفات في مياه النيل لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي شخص يتلعب في الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده